السلام عليكم رئيس فيواتشار يكشف المشكلة الطبيات الوحيدة التي تواجه أحمد رفعت وذلك على خلفية أزمته الصحيات منذ سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري منذ أسبوعين كشف وليد دعبس رئيس نادي فيواتشار تطورات جديدة في ملف اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق وذلك على خلفية أزمته الصحيات منذ سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري منذ أسبوعين وليد دعبس رئيس نادي فيواتشار وعبر تصريحات تلفزيونيات أن اللاعب لا يزال لديه مشكلة تتعلق بوظائف الكل عقب الإفاقة ورفعه من جهاز التنفس الصناعي وتابع أن هناك تطورات إيجابيات خاصة مع استعادة الرئة والتنفس والتنفس الطبيعي وتقى أزمة وظائف الكلة ووصل أن هذا الأمر سوف يحتاج إلى وقت ولكن هناك متابعة جيدة للحالة وتحاليل مستمرة تحدث ووضع تحت مراقبة استشاريين وتابع أنه يترقب قرار بنقل اللاعب إلى أحد مستشفيات القاهرة وهناك خطوات من أجل ذلك دون أن يؤثر على صحة اللاعب وطالب وليد دعبس بخطوات تأمين صحي على حياة اللاعبين حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء مؤكدا ثقته في الطب المصري وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم